موسيقى أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدين الأفاضل أهلا بكم جميعا إلى عدد جديد من برنامج الجزائر مباشر وتتابعون فيه هذه الليلة في الحدث بحث آليات تنفيذ القرار الأممي لوقف إطلاق النار الفوري في غزة قرار يترجم التزام الجزائر الدائم بنصرة القضية الفلسطينية العادلة موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدين الأفاضل إذن في الحدث الليلة لقي اعتماد مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة وقف فوري لإطلاق النار في غزة بمبادرة من الجزائر إشادات دولية واسعة طالبت في مجملها بضرورة وضع هذا القرار قيد التنفيذ لأنهاء معاناة الفلسطينيين بعد ستة أشهر أو قرابة ستة أشهر من العدوان الصهوني هذا وكان وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف قد أعلن عن الشروع في بحث هذه الآليات الكفيلة بتمكين الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ هذا القرار ورق في الموضوع مع نجوة جدي ما كانت لحظات التصويت بمجلس الأمن على قرار وقف دائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة إلا لتحكز ذاك القدر من الثقة الممزوجة بالترقب والشعور بالانتصار ولعل خطوات السفير الفلسطينية المتسارعة التي تحمل في معناها عمق الامتنان والتأثر كانت تحاول تجميع تفاصيل الصورة بوجهها الفلسطيني والجزائري أمام مرأة كل العالم لتسجيل هذا الموقف هذه الكلمات من السفير بنجامع التي شد وقعها وسائل التواصل الاجتماعي حملت بلغتها البسيطة والقوية عمق المعنى وعمق المبدأ بأن الجزائر حامية ظهر الأشقاء ولا سيم فلسطين التي ترفع لواءها أينما كانت دون تردد وبالتزامن يتصدر القرار واجهة كبريات القنوات والجرائد والمواقع ومعه تبرز جهود الجزائر كرمزان للديبلوماسية الصادقة والجهود المثمرة وكراع حقيقي للسلام وصوت الحق ونشكر الجزائر على تمثيلنا هنا وتمثيل جميع الدول العربية في هذا الجهد ونشكر الجزائر وموزنبيق والأعضاء المنتخبين الآخرين على جهودهم هناك تنسيق جديد في الأمم المتحدة خلال الفترة التي خدمت فيها الجزائر في مجلس الأمن الجزائر تلعب دورا تاريخيا في حركة عدم الانحياز الجزائريون موجودون في كل مكان في الأمم المتحدة ولهم دور تاريخي يلعبونه وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تفعل شيئا جيدا تتحدث مع الجزائريين انتصار ما كان بالسهل لكنه جاء بعد ملحمة دبلوماسية كبيرة قادتها الجزائر مع الدول غير الأعضاء في مجلس الأمن بادرت فيها بلادنا لعقد سبع اجتماعات بطلب منها وحدها منذ بداية عهدتها شهر يناير الفارض من أجل وقف العدوان على غزة في نفس الوقت فاضت جهود الجزائر خارج المجلس وعملت مع المنظمات العربية والإفريقية والإسلامية ودول عدم الانحياز مارست الجزائر ضغوطات لتحمل مجلس الأمن مسؤولياته ولجأت إلى صيغ جديد جمعت أعضاءه مع أسار الضحايا الفلسطينيين الفارين من العدوان عملت الجزائر على تحضير مشاريع قرارات آخرها تم اعتماده بالأمس وما زالت معركتها مستمرة من أجل السلام والعدل وحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة لتؤكد الجزائر وأحرار العالم من خلال جهودهم بأن العدالة تسود حين تتحد الإرادات إثراء المشاهدين للنقاش يحضر معنا في عدد اليوم من الجزائر المباشر كل من البروفيسور تفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الثلاثة مساء الخير بروفيسور وشكرا لك على قبول الدعو مساء الخير وصحة طوركم وتحية لكل مشاهدي أهلا بك كما نسعد أيضا باستقبال دكتور حمزة حسام أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالمدرسة العلوم السياسية والعلاقات الدولية أيضا بجامعة الجزائر الثلاثة مساء الخير أستاذ حمزة حسام شكرا لك على قبول الدعو صحة طوركم ولك بالمثل كما يلتحق معنا عبر محطة قسنطينة أو من محطة قسنطينة الجهوية البروفيسور عبداللطيف بروبي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قسنطينة ثلاثة أستاذ بروبي أو بروفيسور بروبي مساء الخير شكرا لك على قبول الدعوة مساءك أسعى تحية طيبة لك ولكل مشاهديكم شكرا على الصدافة أهلا بك أيضا نرحب بضيفنا من محطة وهران الجهوية الدكتور عمر محوز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة وهران إثنين دكتور محوز مرحبا شكرا لك على قبول الدعوة أهلاً بك ونسعد أيضاً بمشاركة البروفيسور حمود صالحي وستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية من جماعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بروفيسور صالحي مساء الخير شكراً لك على قبول دعوة المشاركة معنا مساء الخير وتحياتي لضيوفك والزملاء بالأستوديو أهلاً بكم جميعاً أبدأ معك بروفيسور بقعدة بالحديث عن هذا القرار الذي يعد سابقاً في مجلس الأمن الدولي دليل آخر على حنكة الدبلوماسية الجزائرية في قيادة المفاوضات المكثفة فيما تكمن بداية أهمية هذا القرار بالنسبة للفلسطينيين في حد ذاتهم وبنسبة للقانون الدولي اليوم أكيداً القرار الذي تم استطاره من مجلس الأمن يعتبر سابقاً في أهد عمل المجلس الأمن لأول مرة يتم منذ انطلاق حرب غزة من 7 أكتوبر نشهد هذا الاختراق في الموقف الدولي وتحييد موقف الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من ذلك أن هذا القرار يأتي في إطار تنسيق كذلك والجهد الدبلوماسي التي بدلته الجزائر مع مجموعة الأعضاء المنتخبين وكذلك الغير المنتخبين دائمون في مجلس الأمن من أجل أن يخرج القرار بهذه الصيغة وبهذا الشكل دون أعتراض من أي طرف من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن هذا القرار أهميته يعتبر اختراقاً في الموقف الأمريكي اختراقاً في الموقف الأمريكي لأول مرة للولايات المتحدة الأمريكية على طول عمل مجلس الأمن أن يتم عدم استخدام حق النقد دون الرجوع إلى إسرائيل ودون تنسيق مع إسرائيل شاهدنا عديد من تنسيقات مثلاً في حرم 2006 أو 2016 عندما رفضت كذلك الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقد في حرب إسرائيلية ضد لبنان لكن هذه المرة أول مرة يتم عدم استخدام حق النقد دون الرجوع أو التنسيق مع إسرائيل وهذا ربما ما أطار حفيظة الإسرائيليين وناطنياهو بشكل حاد وبالتالي هو إسفين في العلاقات الإسرائيلية التي يمكن تأسيس عليها في قادم الأيام هذا القرار كذلك أهميته أنه حظي بإجماع كل الأطراف في مجلس الأمن من جهات القارة الأربعة وبالتالي يمكن تأسيس عليه فيما سوف يأتي من العمل الدبلوماسي الجزائري في قادم الأيام كما أن هذا القرار الذي شفنا ولاحظنا عبر مختلف وسائل الإعلام الذي تم إشادة به سواء من رؤساء الدول أو كذلك من المجتمع المدني الدولي وكذلك من حتى الفلسطينيين الذين هم تحت الحصار والقصف الإسرائيلي أشادوا بالجهد الدبلوماسي الذي تقوم به الجزائر وبالتالي هذا مكسب للجزائر والدبلوماسية الجزائرية العريقة في مثل هكذا مواقف خاصة ما تعلق بمساندة القضايا الأخلاقية وقضايا التحرر والاستقلال في العالم هذا القرار في تقديري يعتبر أهم حدث إلى حد الآن حدث منذ حرب غزة في أن يتم بالبعد الأخلاقي لدى المجتمع الدولي ونقل مختلف المواقف التي كانت خارج الأمم المتحدة إلى داخل الأمم المتحدة وإحراج الولايات المتحدة الأمريكية وكل الشركاء الإسرائيليين من أجل عدم الوقوف أمام هذا القرار وعدم التصويت ضده وبالتالي مكسب يمكن تأسيس له في عمل المجلس الذي لا يمكنه في قدم الإيان أن يترجع إلى الوراء على هذا الموقف الأساسي في ضرورة وقف الحرب وذلك ضرورة تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ووقف الإبادة بالقتل والإبادة بالتجويع الذي تنتهجه الآلة الحربية الإسرائيلية جيد دكتور حمزة حسام هذا القرار يأتي أو يتحرك هذا التحرك الدبلوماسي الجزائري يندرج ضمن طبعا توجيهات السيد الرئيس التي تؤكد على أن تكون بوصلة الدبلوماسية الجزائرية ضمن أولوياتها القضية الفلسطينية اليوم من خلال هذا القرار حلول عملية واقعية وحدت كلمة مجلس الأمن أمام هذه القضية هو أكيد يحسب للجزائر بأنها وصلت إلى تلك الصيغة التوفيقية في اعتقادي التي راعت من خلالها تحفظات أو التحفظات التي سجلت على المقترح الذي سبق للجزائر وأن قدمته ورفض في فيفري المنصر عندما نصل إلى الصيغة من جهة لا تدين المقاومة الفلسطينية من جهة تتجنب وصف المقاومة أيضا الفلسطينية بالإرهاب وفي الوقت نفسه تفكل ارتباط بين مسألة وقف إطلاق النار وقضية إطلاق صراح الأسرى فهذا في حد ذاته ينم عن حنكة دبلوماسية عن قدرة على التعاطي مع تلك الحساسيات الحاصلة الشيء المميز أيضا والذي يثبت بأنه فيه نوع منه التكيف الجزائر السريع والقدرة على يعني الإتيان بشيء جديد يمكن أن يحظى بالقبول هو تجنب أن يخرج المقترح أو أن تخرج مسودة القرار من كتلة الأعضاء الدائمين لأنه ندرك تماما بأنه فيما يتعلق بكتلة الأعضاء الدائمين هناك دائما حساسية بين الأعضاء نتيجة لحسابات جيوسياسية وهذه الحسابات في الحقيقة تؤدي دائما إلى رفض أي مقترح يأتي من داخل هذه الكتلة لأنه فيه نوع من المناكفة السياسية بين الأطراف وبالتالي يحسب للجزائر بأنها راعت كل هذه الأمور بأنها أتت بمقترح حضية بإجماع وقبول كل ما يسمى بالأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وبالتالي أعطته شرعية وصبغة شرعية أكبر ولهذا وصلنا إلى هذا القرار الذي كما قلنا خرج بشبه إجماع لأنه عندما نتحدث عن تصويت 14 دولة لصالح القرار دون أي رفض مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية فهنا نحن نتحدث عن شبه إجماع في التعامل أو في إصدار هذا القرار أكيد بأن اليوم نتيجة لهذا القرار نحن أمام مرحلة جديدة في التعاطي مع ما يحصل في غزة هذه المرحلة الجديدة عنوانها الأساسي هو أنه تقريبا اليوم المجتمع الدولي وكل الدول تقريبا متفقة على رفض ما يقوم به الكيان الصهيوني وأعتقد بأنه هذه أيضا واحدة من الميزات الأساسية التي تميز هذا القرار هي أنها استطاعت أن تخرج الكيان الصهيوني معزولا ولاحظ بأن حركية الدعم أو مسار الدعم الذي كان يحظى به الكيان الصهيوني الآن بدأ في التراجع وتقريبا يصل إلى ناقص حد ممكن لماذا؟ لأنه قبل شهر فقط كانت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مقترح القرار وبريطانيا امتنعت عن التصوير اليوم بعد شهر بريطانيا تصوت لصالح القرار والولايات المتحدة الأمريكية لا تعارض إذن الدعم الذي كان يحظى به الكيان الصهيوني يتراجع تدريجية وأنطلق من هذه النقطة أستاذ حمزة حسام لأتوجه إلى الأستاذ عبد لطيف بروبي من محطة قسنطينا الجهوية كما قال ضيفي هنا بالأستجو هذه الخطوات الجزائرية القوية التي كللت بتمرير هذا القرار الدولي بوقف إطلاق النار في غزة أستاذ بروبي هل هذا التحول يعني رفع مظلة الأمان الدولية التي كان يحظى بها ويتمتع بها الكيان الصهيوني بعد هذا القرار فعلا لأن القرار جاء بعد إخفاقات عدة لمجلس الأمر في السيستاء قرار لأن هناك إخفاقات ارتبطت بمبادرة أنطونيو كوتيراج بتفعيل مدى 99 وبمحكمة العدل العدل الدولية ومطالبة بمعاقبة الكيان الصهيوني وبمشارع الجزائري الذي الآن أصبحت قرار الأكثر من ذلك عندما أقول على أن القرار جاء هو بعد إخفاقات عدة لمجلس الأمر في ستة أشهر نحن نتكلم عن ثلاث فيت استعمال الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث مرات للفيتو حتى في تعديل مشروعها وهنا الإشكال في حديدته إذن مهم جدا الآن أن نذرك على أن الكيان الصهيوني في وفق منطق على أن عندما يصدر القرار وفق منطق بتفعيل الفصل السادس من المتاق الأمم المتحدة ومتابق الطبيب المجلس الأمن أي نعم هو مرتبط بيئة العلاقات ذات طابعة الودي السلمي والدخول في هدنة إنسانية وغير مشروطة وتحدد معانم وخارطة الطريق فيما تكمن هذه خارطة الطريق أن تكون هدنة إنسانية ورجوع اللاجئين ودخال المساعدات إلى ثلاث مواضيع جزء وجزء وجزء من خلال هذا القرار إذن هناك نجاح مضاعف الآن من خلال القرار بعد إخفاقات سابقة إذن عزل سلكيان الصهيوني في حديداتها على أننا أسسنا قانونيا والقراءة القانونية أننا أسسنا من بوضرة وفق منطق على أن الفصل السادس فعل الآن وهناك إمكانية اللجوء إلى الفصل السابع لأن الإشكالية السابقة على أن الفصل السادس أي نعم يرتبط بالحلول ذات الوقت طابع للسياسي الودي والأمني وحتى لا ننسى على أن الجزاء نجحت في عزل كيان الصهيوني ونجحت في إصلاح الأمم المتحدة وتصورات مرتبطة بمجلس الأمن في الدور الحقيقي لمجلس الأمن لأن مجلس الأمن هو جهاز سياسي تابع لمنظمة الأمم المتحدة حتى نفهم وهذا الجهاز لا يسمع على الأجهزة الأخرى ولكن هو جهاز شبيه بماذا بالجمعية العامة وشبيه بالمجلس الاقتصادي والسياسي إذن كل الأجهزة الستة المرتبطة بالأم المتحدة متساوية ولكن نحن يكتر الكلام على مجلس الأمن وكأنه جهاز فوق الأم المتحدة إذن بنجاح باستصدار القرار جاء إذن وفق إخفاقات سابقة ونحن نتكلم عن نجاح في القرار جاء وفق شروط غير موجودة من حيث الشكل ومن حيث المضمون لأنها منفصلة عن بعضها البعض اللاجئين والهدنة والمساعدات أكثر من ذلك أسسنا لمقاربة قانونية فيما تكم على أننا نستطيع تفعيل الفصل السادس الذي فعل الآن وهو تابع للأم المتحدة وعز الكيين السهوني بعدما كان هناك وضع سقف الكيين السهوني وضع سقف لمطالبه على أنه سيقضي على المقاومة ولا يخرجه من غزة إلا بإنهاء المقاومة سأعود إليك لاحقا بالحديث عن إمكانية تفعيل البند السابع في حالة عدم التزام الكيين بتنفيذ هذه القرار ولكن أتحول إلى دكتور عمر محوز من محطة وهران الجهوية دكتور محوز الوزير الخارجية الجزائري أمس تحدث عن الانطلاق أو بدء في المشاورات مع كل الأطراف المعنية من أجل بحث آليات تنفيذ هذا القرار معبرا عن صعوبة هذا المصار وتعقيداته بداية ما هي الأطراف المعنية بتنفيذ هذا القرار وفيما تكمن الصعوبة التي تحدث عنها وزير الخارجية بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أختي الكريمة على هذا السؤال أكيد أن الجزائر من خلال مشروع قرار البجلس الأمن الذي تم تمريره من خلال إجماع القوى العضوى أو الدول العضوى في مجلس الأمن سواء نلقي الدول الدائمة أو الدول غير الدائمة يؤكد على أن الجزائر فعلا تفكر في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار أن مسألة وقف إطلاق النار في ضل الأوضاع الكاريتية داخل الأراضي الفلسطينية أصبحت ضرورة ملحة وأصبحت أمرا محتوما ليس فقط بالنسبة للمجتمع الدولي وحتى بالنسبة للكيان الصهيوني الذي فشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية من حربها على الفلسطينيين في غزة إذن أكيد أن هذه المرحلة اللاحقة لمرحلة اعتماد هذا القرار تشكل مسألة تكتيكية بالنسبة للدبلوماسي الجزائري وأكيد أنها ستضع في الحسبان تغير مواقف الكثير من القوى العضوى في مجلس الأمن سواء بالنسبة لبريطانيا العضوى أو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي أرادت من امتناعها عن التصويت على القرار تمرير موقف حاسم وتحذير للحكومة الصهيونية وفي مقدمتها ممثلة في رئيس الحكومة بن يمين نتنيه بأن الأوضاع أصبحت غير مقبولة بسبب هذا التشويه للموقف والصورة الأمريكية باعتبارها أصبحت داعمة تظهر بالنسبة للرأي العام بأنها دولة داعمة للكيان الصهيوني لدولة إرهابية تمارس كل أشكال الإبادة الجماعية وتخترق الشرعية الدولية وتناهض وتعارض القانون الدولي الذي يحاول تحاول الهيئات الدولية والمؤسسة الدولية ممثلة في مجلس الأمن إن فادها في ذل هذه الأوضاع التي أصبحت تمثل حالة استثنائية وحالة خطيرة يستوجب على المجتمع الدولي أن يتجاوزها بأي طرق كانت سواء بالأطور القانونية من خلال إنفاد قواعد القانون الدولي وشرعية الدولية أو من خلال أيضا ممارسة الضغوط الدبلوماسية وحتى الضغوط العسكرية غير المباشرة على الكيان الصهيون من خلال سحب دعم الكثير من الدول الكيان الصهيون إذن المفاوضات أو المساومات إن صح التعبير أكيد التي ستجري داخل دولي بمجلس الأمن الدولي ستجعل من الجزائر في موقف قوة من منطلق أنها قادت الكثير من المبادرات المبنية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي لا ترتبط كما سبق وذكرت بوقف إطلاق النار وإنما ترتبط أساسا بدعم مبادرة إدماج أو منح فلسطين عضوية دائمة في هيئة الأمم المتحدة إذن الهداف الاستراتيجية المرتبطة بالتحرك الدبلوماسي المكوكي داخل مجلس الأمن مرتبطة بمراحل قادمة أكيد أنها ستحمل الجديد للقضية الفلسطينية وأكيد أنها ستبرز هذا الدور الدبلوماسي الاستثناء للجزائر داخل المحافل الدولية من مطلق أن الجزائر دائما ما تركز على ضرورة الاعتماد على الشرعية الدولية في مواجهة الكثير من القضايا ومعالجة الكثير من المسائل التي تؤثر على الأمن والسلم الدوليين أكيد أن فوعل المجتمع الدولي داخل مجلس الأمن وفي مصرح العلاقات الدولية تدرك بأن القضية الفلسطينية بتطوراتها الحالية الميدانية العسكرية والديبلوماسية ستشكل وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الدوليين وبالتالي لابد لكل الأطراف كل من موقعه أن يتحمل أولياتها التاريخية الكاملة أمام تطور الأوضاع التي يمكن أن تؤدي إلى اتساع دائرة الحرب بما يمكن أن يؤثر على المصارح الاستراتيجية لهذه الدول التي تربطها علاقات اقتصادية جيد اتقنعنا دكتور محوز نتحول إلى ضيفنا من كاليفورنيا البروفيسور حمود صالحي بروفيسور صالحي ما الذي سيضيفه هذا القرار فيما صار محاسبة الكيان الصهيوني ومحاصرته وزيادة عزلته ونصرة للقضية الفلسطينية إضافة كبيرة ومهمة تاريخيا ديبلوماسيا عسكريا في جميع الميادين باختصار هذا انتصار لفلسطين لغزة للمقاومة وانتصار للديبلوماسيا الجزائرية كما تحدث الأسهد هناك ما تضيفه أن هذه أيضا آلية أخرى تثبت شهادة للحق الفلسطيني وتزيد من عزلة إسرائيل عالميا بالإضافة إلى ذلك تخلق أزمة تضيف للأزمة التي دعاني منها داخل الكيان الإسرائيلي ولا ننسى أن الوزير الأول الإسرائيلي قرر بعد رفض الولايات المتحدة استعمال الضيط بلغاء زيارة المفاوضين لواشنطن وهذا دلالة على أهمية وقمة وقوة هذا القرار في التأثير في السياسة الداخلية الإسرائيلية الجانب الآخر مرتبط رغم أن ما سبعناه من السربيات حول هذا القرار نجد أن هذا القرار وضع خطة وطريق كما ذكر الزميل للتدخل إلى المجلس الأمن وتطبيق قانون بول وإذا لم يطبق فهي أيضا شهادة أخرى على عدم احترام هذا المجلس القانون الدولي فبالتالي هناك أشياء كبيرة لصالح الحق الفلسطيني وهي شحادة كبرى بالنضال الذي يقوم به المقاومة والشعب الفلسطيني في المسا جيد بروفيسور صالحي سنعود إليك لاحقا أتحول إليك مجددا بروفيسور بقعدة بالحديث عن ما بعد هذا القرار بعد يومين فقط من صدوره ما زال الكيان الصهيوني يعربد يتعالى على القرارات الدولية ويواصل قصفه ومجزيره بحق الفلسطيني في وقت أيضا تصرح فيه واشنطن بعدم إلزامية القرار هنا اتسال مطروح حول مدى إلزامية القرار وما هي تدعيات عدم تنفيذه أكيد أن عدم تنفيذ القرار هذا لا يسقط تاريخية ومصداقية الجهد التي تمتلك الجزائر ويمتلك مجموعة الدول غير العشر المتخبة في مجلس الأمن أعتقد بأن إسرائيل التي دابت على عدم احترام الشرعية الدولية كانت سباقة في رفض هذا القرار ووصفته بمعادات لإسلامية وغيرها من التوصيفات التي كانت للمجموعة الدولية المعبرة عنها في مجلس الأمن إسرائيل كان منذ البداية تدرك بأن الولايات المتحدة الأمريكية كذلك سوف تقف إلى جانبها بعدم تنفيذ هذا القرار وهذه الرسائل العديدة التي بعد بها نتنياهو من الضغط على صانع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية بعدم ردوخ لهذا القرار والبقاء إلى جانب إسرائيل في خياراتها وهذا ما صرح به وزير الدفاع الأمريكي بأنه يجب الفصل بين القرار السياسي الذي تخذته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن وبين القرار العسكري ووعدت نتنياهو بإرسال دفاعات أخرى من الصواريخ ومن القدائف المدفعية وغيرها من الأسلحة التي تسارى ويسعى الوزير جاللانت في الولايات المتحدة الأمريكية للحصول عليها في أسرع وقت نلاحظ أن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية يسعون في الأيام بعد صدور القرار إلى تدليل الرأي العام دولي والرأي العام الأمريكي الذي يقف مع القرار ورحب وكان أول مرحبين بهذا القرار من خلال القول بأن هذا القرار غير ملزم وأنه تم تبنيه وفق الفصل السادس للمتاق الأمم المتحدة في حين أن كل القرارات التي تم استصدارها من مجلس أنها ملزمة سواء كانت في البند السادس أو في البند السابع الفرق هو في حديث عن الأليات التي تسعى التي يحددها المتاق في الفصل السابع لذلك أعتقد بأن الاجتماعات المغلقة التي سوف يقوم بها دعت إليها الجزائر للبحث عن أليات لتنفيذ هذا القرار هو الهدف الأساسي الذي يجب أن توجه الدبلوماسية العالمية والدبلوماسية الجزائرية في المرحلة اللاحقة حتى يمكن أن نحقق الهدف الأساسي الذي رفعت من أجل الجزائر منذ اليوم الأول لدخولها من السابع بأن الإسرائيل يجب أن لا تبقى خارج دائرة الحساب والعقاب وأنها يجب أن تحضى بأنقارات الدولية بالتنفيذ والإلزامية حتى وكان لجأنا إلى استخدام القوة نعم أن هناك العديد من الإكرهات حتى داخل مجلس الأمن نتيجة لهذا الصراع والاستقطاب بين القطب الشرقي والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها التي يصعب في الضرف الراهن لكن يجب العمل على الضغط على عديد المستويات سواء داخل مجلس الأمن أو كذلك داخل خارج مجلس الأمن وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية بأننا يجب أن نعمل وأن نكتف بالدبلوماسية الجماعية في كل المنابر سواء داخل الأمم المتحدة أو خارج الأمم المتحدة وهدف في حد ذاته أعتقد أن الضغط الذي مارسه أنصار القضية الفلسطينية والجزائر في طريعتها على المجتمع الدولي من أجل أن نصل إلى هذه المرحلة ونؤسس إلى قرار تاريخي نستند إليه في مطالبة في التأسيس لاحقا لقرارات أخرى أعتقد أن المجتمع الدولي لا يمكنه الرجوع إلى مرحلة ما قبل 25 مارس بعد صدور هذا القرار وأن ما تسعى إليه إسرائيل نعمية تضليل وما تقوم به الآن من لفت الانتباه والأنظار في اتجاه نحو الجبهة اللبنانية وضرب المعاقل الحزب الله هو كده كان لتوجيه رأي العام الدولي عن قرار الأممي وأن برغم من استمرار كذلك حالة تقتيل أكثر من 76 قتيل في غزة خلال 24 ساعة وأكثر من 220 قتيل خلال ما بعد صدور هذا القرار وبالتالي هذه الرعونة الإسرائيلية يجب على المجتمع الدولي أعيقافها وعلى كل الفواعل سواء الدولية أو غير الدولية أن تقف في صف واحد ضد الحقيقة وضد الكيان الصغيوني ومع الشعب الفلسطيني الذي تم إبادته بجهة الوزاعة بشكل يومي وهي في صلب ما صرح به سيد عطاف أحمد عطاف وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج حينما تحدث عن ضرورة طرح الصياغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة من تم متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن وأن العمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الصهيوني على قطاع غزة وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود وشروط أستاذ حمزة حسام هذه المواقف الثابتة في الدفاع عن ما يحتاجه الفلسطيني في المرحلة الراهنة والتي وردت في كلمة السيد بن جامع وتأكيد في كلمة السيد أحمد عطاف خلال الندوة الصحفية والذي قال بأنه بدء هذه المشاورات لبحث آليات التنفيذ هي مشاورات صعبة ومعقدة بالنظر إلى أهميتها وإلى صعوبتها فيما تكمن هذه الآليات ومصار التعقيد فيها أولا في اعتقاد بأن الصعوبة الوحيدة اليوم هي موقف الولايات المتحدة الأمريكية لأن نلاحظ بأن كل الدول داخل مجلس الأمن اليوم مؤيدة للقرار خاصة فيما يتعلق بإصال المساعدات الإنسانية ورفع كل القيود التي تحول دون وصولها إلى سكان القطاع بما فيه حتى سكان شمال القطاع غزة إذن اليوم التعقيد الأساسي أو العقبة الأساسية فيما يتعلق بتنفيذ هذا القرار مطابطة بموقف الولايات المتحدة الأمريكية وهنا فيه تناقض وفيه نوع من التلاعب بالرأي العام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية المادة الثالثة والأربعون من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن كل قرارات مجلس الأمن بغض النظر عن الفصل الذي تصدر تحته هي قرارات ملزمة اليوم هناك حديث بأن هذه القرارات أو القرار 27-28 هو بالأساس قرار صدر ضمن إجراءات الفصل السادس ولكن الميثاق يقول بأن في حال لم تلتزم الدولة بمعنى اليوم الكايان صهيوني لم يلتزم بتطبيقهم فإن من حق مجلس الأمن أو من واجبه أن يجتمع مرة أخرى ولكن هذه المرة لإقرار آليات تنفيذين ضمن ما يسمى بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة طبعا هذا لا يتوقع أنه سيطبق لأن التجربة التاريخية والتجربة إلى غاية الآن الموقف الأمريكي كما قلنا سيقف يعني حائل نعم الموقف الأمريكي الذي يناقض أصلا الميتاق يؤكد بأن حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية في ورطة هي أمام هذا الضغط الدولي والإحراج العالمي الذي لا يمكن تجنبه وبالتالي لم تستطع هذه المرة أن تستخدم حق النقد لوقف القرار ولكنها في الوقت نفسه ما زالت تحافظ على شعرة معاوية مع الكيان الصهيوني بمعنى ترسل له الرسائل بأن هذا القرار لن يطبق إذن الإشكال اليوم أو العقبة الأساسية هي في كيفية تجاوز هذه العرقلة الأمريكية في تنفيذ هذا القرار الأرجح هو أن العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين لن تستخدم القوة لأجل وقفها ولكن أنا ربما أتوقع بأن سيكون فيه تطور فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية هذا أعتقد بأن سيكون فيه نوع من الإجراءات وربما حتى نوع من الضمانات للدول التي تمتلك المعابر على رأسها طبعا مصر من أجل السماح بإدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى قطع غزة دكتور بروبي هل تتوافق مع دكتور حسام حمزة في هذه المسألة ربما يكون هذا أقصى ما يمكن فعله لإنهاء المعاناة الفلسطينيين في مواجهة العدوان الصهوني الذي يواصل مجازره اليوم بتعنوة صارخة ما أثر ذلك أيضا قانونيا وعلى ماذا يراهن هذا الكيان الصهيوني في تحديه للقرارات الدولية طيب لنتفق على بعض الأمور على أن الفصل السادس مرتبط بماذا القرار جاء وفق الفصل السادس جاء وفق حلول دات طبع هدنة إنسانية سياسية أو حلول لغير عسكرية بالرجع إلى الفصل السابق الإمكانية للسعمال القوى العسكرية هل يوجد الرابط بين الفصل السادس والسابق؟ أقول لا هنا الإشكالية في حد ذاتها لأن صفقها القاهنون الدولي يدركون على ما يعرف عندهم بالفصل ستة ونص لا يوجد فصل يربط بين الفصل السادس والسابق في حال تأدر ماذا تطبيق آليات مرتبطة بحلول دات طبع هدنة إنسانية وما شبه ذلك هل يمكن استصدار قرار آخر وفق منطق مرتبط بميثاق الأمم المتحدة وفق منطق مرتبط بالفصل السابق الذي يخول للمجل استصدار قرار مرتبط باستخدام القوى العسكرية القول لا لغير من كل في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية وضع السروط وخطوط حمراء مرتبطة بأن استصدار القرار في حد ذاته جاء وفق الفصل السادس وبالتالي نرجع إلى المدى 39 وهي مهمة جدا حتى نفهم ونستفيد على أن المدى 39 من المتاق تحدد على أنه إن وجد تهديد وخطر للسلم والأمن الدوليين يتدخل المجلس الأمن ويستصدر قرارات مرتبطة باستعمال القوى العسكرية واستعمال العقوبات نحن نتكلم عن وجود تهديد وخطر للسلم والأمن الدوليين عندما يشترك عشر دول تشترك عشر دول في مجلس الأمن وفق منطق على أنها تمثل جغرافيا كل مناطق العالم وهي دول غير دائمة العضوية مع دول دائمة العضوية أن كل دول العالم ممثلة في هذا القرار على أن هناك الحاجة إلى هدنة إنسانية وحاجة إلى إدخال المساعدات والحاجة إلى أرجاع النازحين دون شروط إذن هل يوجد تهديد وخطر؟ هل يوجد تهديد؟ أقول نعم هل يوجد تهديد وخطر على الغزاويين وعلى الفلسطانين؟ أقول نعم إذن هنا الإشكالية هل يوجد آليات لتنفيذ القرار؟ يجب أن نفهم على أن مجلس الأمن مجلس سياسي يحمل شعار أمني فقط ولكنه هو سياسي لأن قرارته هي سياسية ومرتبطة بأبعاد الأمنية هل يوجد جمعية عامة دات طابع سياسي في الأمم المتحدة؟ نعم هي دات طابع سياسي هل توجد مجلس الاقتصادي واجتماعي في الأمم المتحدة؟ دات طابع اقتصادية هل يوجد جهاز قضائي؟ توجد محكمة العدل الدولية إذن عندما أمين العام يفاعل قرار مدى 99 عندما محكمة العدل الدولية وهي جهاز قضائي تابع الأمم المتحدة تفاعل قرار ضد الكياس السهيوني عندما تبادل جزائر وفق منطق أنها تفاعل مدى مسؤولية جنائية عندما يصدر القرار الآن نحن الآن ما بسابقة وسابقة مهمة جدا نؤسس من خلالها على أنه ليس هناك ربط بين الفصل السادس والسابع ولكن آليات موجودة على أن كل الدول تساند والولايات المتحدة الأمريكية بدرت بفكرة قبل الاسترقار من خلال مدى ميناء بحري لإدخال المساعدات هل توجد آليات أخرى عقوبات مورسة على الكيان السهيوني من التحالف في حد ذاته عندما تمنع كندا تزويد الكيان بالسلاح يعني أننا دخلنا في مرحلة الفصل السادس وإمكانية استضار عقوبات عسكرية قبل صدور القرار في حد ذاته إذا ما وجدت مسؤولية ليس مجلس الأمن بقدر ما هي مسؤولية الجمعية العامة مسؤولية 193 دولة مشكلة للأمم المتحدة مسؤولية مع الالتزام الالتزام في ماذا؟ على أن الكيان السهيوني يستغل التغارات القانونية على سبيل المثال عندما المحكمة العدل الدولية أصدرت قرار وقالت على أنه يجب أن يقدم تقارير أم المتحدة جعل من التقارير سري ولا نعرف ما هو فحوى هذا القرار وماذا قدم الكيان السهيوني الأم المتحدة إذن هناك تغارات وهذا معروف في المتاق الأم المتحدة على أنه ليس هناك ربط بين الفصل السادس والسابع وهذا ما ينقصنا ولكن هذا لا يمنعنا أن نفكر وفق منطق على أن الآن القرار تشارك فيه كل مناطق العالم القرار تتبنى كل دول العالم وفق منطق على أن هناك تهديد السلم والأمن الدوليين وليس مرتبط بالغزاوين وفلسطينيين بقدر ما هو مرتبط بهذا الوضع الجيو بوليتيكي في المنطقة أكثر من ذلك عندما نفكر في الآريات يجب أن نضع في الحسبان ونفكر وفق طريقة منطقية هل نبقي على دور الجهاز المرتبط بمجلس الأمن هو الذي يصدر القرارات وهل الذي يبادل وفق ماذا مبادرات مجلس الأمن ومبادرات المتحدة الأمريكية والعكس صحيح أم نفكر وفق على أن الجزائر سارعت إلى إدخال فواهي الأخرى على سبيل المثال عندما اجتمعت هائلات الفلسطينيين مع منذوبية دول الغير دائمة العضوية في الأمم المتحدة نحن نفعل دبلوماسية غير رسمية إذن أين هي الضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية ستعرف انتخابات مقبلة 40% من سكان العالم سيدخل في ماذا انتخابات وردها نتحول مجدل البروفيسور حمود صالحي من كاليفورنيا بروفيسور حمود صالحي في ظل هذا التعنت والعربدة الصهيونية بالدوسة على هذه القرارات الأممية هل سيفتح هذا التجاهل إمكانية محاسبة هذا الكيان على خرق القانون الدولي وانتهاك مثاق الأمم المتحدة الذي يفترض أن تكون قراراته قرارات ملزمة لكل الأطراف كل هذا النقاش الذي يدور حول ما كان بديهيا وخاصة عما ننطبق نفس الحادث لما جارى في أوكرانيا كلنا الساتذة وطلبة نتعلم أن من أحد خصائص قرارات مجلس الأمن أنها إلزامية وأن هناك إثبات مادة ستة التي تقول بإمكانية طرد العضو الذي لم يتماشى مع مبادئ القانون الدولي والتطبيقات التي أظهرت في مادة سبعة وما يترتب على الأقل هذه بديهيات يعرفوها كل طالب كل أستاذ جزائري كل أستاذ أكاديمي لكن الذي حصل أن الولايات المتحدة وإسرائيل دخلت في معركة إعلامية لخلق السبتية رواية جديدة تبعدنا عن الحديث بالفعل بأثار ومغز هذا القرار فنحن اليوم أصبحت وسائل الإعلامة الغربية وبداية من مسؤول أمريكي بعد القرار مباشرة بأن هذا القرار غير ملزم في حين أننا ندرك جيدا أن قرارات ملزمة ولذلك دخلنا في رواية غربية حدقها الأساسي بعدنا عن التطرق إلى باهية وتحصى هذا القرار الذي بالفعل لو كان لم يكن له أهمية لما قررت إسرائيل أو الكيان الصهيوني بعدم إرسال مبعوثها إلى الولايات المتحدة هذا من جانب الجانب الآخر هناك آليات أو أخرى وأعتقد أن ما قاله الزميل أخيرا بأن هناك عقوبات في جعل المجلس الأمن تطبيق هذا القرار بإمكان أن يستعمل هذا القرار في إطار الرئي العام العالمي والعودة ربما إلى مجلس إلى الجمعية العمومية وإدخال بعض الإطرارات أو العقوبات من جانب الجانب الآخر المتبط بهذا هذا سيكون له أثار كبير في الشارع العالمي والعربي والإسلامي فبالتالي هناك إمكانية وهذا ما يرجى منه أن تقدم هذا القرار في بداية في مشروع واقعي حقيقي مثل ما ذكر الزميلة من أجل التأثير على إسرائيل مرتبط بهذا أننا بالفعل بدأنا ننظر إلى أن نستخلص بدأنا أن نرى بعض نتائج هذا القرار من بعض الدول التي اتخذت قرارا بعدم إرسال بعدم بمساندة القرار فكل هذا نقول بأن الحديث كبروفيسور صالحي متوجه مجددا إليك دكتور حمزة حسام بالعودة إلى ما ورد في كلمة السيد عطاف وزير الخارجية حينما أكد على الحرص على ضرورة تقيد الاحتلال الصهيوني بما يقع عليه من واجبات والتزامات وضرورة امتثاله حوله وامتثاله لما التفت حوله المجموعة الدولية من تدبير وقرارات يعني كللت في هذا القرار الدولي أهمية تقييد هذا الكيان وإجباره على الالتزام ما هي الإمكانيات والأليات المتاحة اليوم من المجموعة الدولية للوقف أمام وحشية الكيان الصهيون هو اتفاقية جناف واضحة في هذا السياق الكيان باعتباره قوة احتلال مطالب بتوفير كل شروط الحياة للشعب المحتل قرار مجلس الأمن أيضا فيه إلزام فيه مجموعة من المطالب التي جاءت بصيغة الوجوب والضرورة لكي تنفذ وبالتالي من الناحية النظرية هناك مجموعة من المتطلبات التي ينبغي على الكيان أن يطبقها بموجب قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الجزائر في اعتقاد اليوم جزء من نضالها فيما يتعلق بمصرة القضية الفلسطينية وفيما يتعلق أيضا بحركيتها داخل مجلس الأمن اليوم تريد أن توصد الفكرة بأنه على الكيان أن يعامل مثله مثل أي دولة أخرى في العالم جزء من النضال الجزائر اليوم بالنسبة للكيان الصهيوني هو أن تسقط عنه تلك الحالة أو هذا الغطاء الحيمائي الحالة المميزة إن صح التعبير التفضيل الذي يحظى به برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية والقوى الغربية في مجلس الأمن والأمم المتحدة هذا جزء أساسي من النضال الجزائري لهذا لاحظي بأنه في كلمة وزير الخارجية أو حتى في خطابات رئيس الجمهورية دائما هو الحديث عن وجوب إنهاء هذه الحالة من الإفلات من العقاب بالنسبة للكيان الصهيوني لهذا اليوم الجزائر تناضل سواء تحددنا عن النضال في إطار مجلس الأمن أو دعمها لحركية جنوب إفريقيا في المحكمة العدل الدولية أو أيضا حركيتها مع محكمة الجناية الدولية ضمن هذا التصور وتريد في الحقيقة أن تقنع العالم وتقنع كل الدول التي تشاركها التوجه أو حتى الدول المترددة أو الخائفة نوعا ما في التعاطي مع الكيان الصهيوني أن تقنعها بأنه في الأخير هذه أو هذا الكيان هو كيان محتل يجب أن يتم التعامل معه مثل ما يجري التعامل مع كل الدول في العالم فهذا في اعتقادي نجحت فيه الجزائر نسبيا لأنه لاحظ يستاذ عفاف قبل أيام قليلة كان فيه مشروع أمريكي أسقط بفيتو روسي وصيني روسي وصيني وصيني عفوا ولكن حظي بموافقة عديد كبير جدا من الكتلة التي قدمت مشروع القرار اليوم بمعنى الجزائر في هذه المدة القصيرة استطاعت أن تقلب آراء مجموعة من الدول كانت قبل أيام فقط مع الطرح الأمريكي الذي كان يربط ربطا أساسيا بين مسألة الأسرة ومسألة وقف إطلاقنا فهذا النضال في اعتقادي وهذا النجاح الدبلوماسي الجزائري يعطينا مؤشرا بأن الجزائر نجحت في إقناع عدد كبير جدا من الدول تتوزع على كل قرارات العالم تقريبا بأن الكيان يجب أن يعامل مثل ما تعامل كل الدول الأخرى والجزائر مزالت سائرة في هذا الاتجاه إذا تحدثنا عن الآليات ربما الذي لا يشجع كما قلت منذ قليل هو العرقل الأمريكي ولكن لاحظ بأنه حتى بعد الفيتو الأمريكي في شباط في فيفري الماضي بعد الفيتو الأمريكي الجزائر لم تتوقف بالرغم أنه قرارها عط أو مشروع قرارها عطل فما بالنا اليوم إذا كان الجزائر أصلا مسلحة بقرار صادر عن مجلس الم أكيد بأنه الاندفاع الجزائري والنضال الجزائري سيكون أكبر وأكثر حماسا في التعاطي مع هذه المسألة وفي إجمار الكيان السهيوني على تطبيق هذا القرار خاصة كما قلنا فيما يتعلق بشقه الإنساني المتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط وإلى كل مناطق القطاع وفي هذه النقطة أيضا أستاذ عفاف يجب أن نشير بأن الجزائر كانت ذكية في مراعاة مطالب المقاومة الفلسطينية لأن واحد من الشروط المبدئية للتفاوض التي وضعتها حماس هو أن تصل كل المساعدات أو المساعدات إلى كل القطاع بمعنى حتى إلى المناطق الشمالية التي يريد أن يريد الكيان أن يعزينها أو أن يفصلها عن باقي أماكن القطاع بالإضافة طبعا إلى ذكاء آخر في صياغة هو أنه لم يحدد جنسية المحتجزين هو تحدث عن إطلاق فوري بدون شروط لكل الرهائل ولكنه لم يحدد الجنسية وبالتالي هذا فخ آخر يعني يتضمنوا هذا القرار المقاومة أيضا اليوم لديها هامش كبير للمناورة بأنه في الأخير إذا كنت أنا مطالبة بإطلاق صراح الرهائل فالكيان أيضا والجيش المحتل مطالب بإطلاق صراح الأسرى الذين هم بيده نعم يعني يبقى القرار مكسب للمقاومة رغم إقحامه أو رغم الأفخاخ الموجودة فيه لكن قد يقود إلى قرارات أخرى نعود إلى كلمة سيد بن جابع مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة والتي كانت حقيقة أقوى من القرار في حد ذاته حينما أكد على ضرورة وقف حمام الدم بشكل دائم في غزة واعتبر أن هذا القرار هو رسالة أممية لأهل غزة بعدم التخلي عنهم من المجموعة الدولية بروفيسور بو قعدة أكيد أن كلمة من جامعة التي تعتبر مرجعية في موقف الوقف الجزائر وفي مواجهة الكيان الصهيوني وفي مواجهة كذلك كل الحلفاء الذين يدعمون إسرائيل كلمة التي في حد ذاتها تعتبر كما قال جاء في كلمك أقوى من القرار في حد ذاته بأن الجزائر لن تكل ولن تمل في العودة مجددا إلى المجتمع الدولي وإلى مجلس الأمن من أجل تحقيق الهتف الأساسي الذي يسعى إليه الجميع وهو وقف حمام الدم ووقف الدمار الذي تمارسه والإبادة الجماعية التي تمارسه الكيان الصهيوني بدعم غربي أعتقد بأن كذلك الوقت تعامل مهم جدا في هذه المرحلة التي يجب أن نسارع في أن نستصدر قرارات أخرى وأن نضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للضغط هي الأخرى على الكيان الصهيوني على الأقل من أجل وقف توريده للأسلحة ونحن نسمع الأخبار التي تتوالى من غزة بأن الكيان يسرع من عمليته الاجتياح يرفح من خلال شراء 40 ألف خيمة من الصين وكذلك أسلحة ومدفعية وغيرها من أجل تمهيد الاجتياح رفح وبتالي الاجتياح رفح في حداته سوف يكون نكبة أخرى للفلسطينيين الذين سوف ترتفع تكلفة ضحايا من المدنيين بالرغم من التحذيرات الدولية وحتى الدحذيرات الأمريكية التي اعتبرت في عديد من التصريعات لديبلوماسيين بما فيهم بلينكن بأن هذا اجتياح رفح هو خطأ فهذا سوف يزيد من عزلة إسرائيل لكن في المقابل نجد أن نائبة الرئيس الأمريكي تقول بأن عندما سئلت هل تتخذ الولايات المتحدة لموقفنا رافضا لحالة قيام إسرائيل باجتياح رفح قالت سوف ندرس بميكيالين أو نوع من التغطية التي سوف تعمد للولايات المتحدة الأمريكية لأعطائه لإسرائيل مع جميع القرارات التي تم اتخاذها ونحن البارحة واليوم نشهد هذا التودد الغير طبيعي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لقادة إسرائيل حتى أن الكثير من الأمريكيين وحتى الكثير من مجلس الشيوخ قالوا ما هذه الإهانة التي نتلقاها من الإسرائيليين وكأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قال نتنياهو لجمهورية موز وليست هي إسرائيل التي تعيش على الإعانات الأمريكية وغيرها من ذلك أعتقد أن الجهد الدولي يجب أن نسارع في الساعات والدقائق القريبة وليسى الأيام لأن إذا أردنا أن نحمي الفلسطينيين يجب كذلك أن نخرج إلى أفق آخر وخاصة التعويل كثيرا على الجانب الأوروبي الذي أبان هو كبير في مواقفه مع الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ يبتعد تدريجيا خاصة صنع القرار من الكيان الصهيوني وشفنا ما قدمت عليه إسنبانيا مالطا غيرها من دول التي أقرت بأنها تعمل على الاعتراف بدولة الفلسطينية تريد الجهد الدبلوماسي في حد ذاته أعتقد كذلك لابد أن يرافقه جهدا آخر على مستوى الضغط على مستوى الأقل على مستوى المجموعة العربية التي للأسف شديد نجد أنها لا تمارس أي نوع من الضغط على الكيان الصهيوني مع دم تقوم به من إلقاء المساعدات من طائرات التي تسببت في مجازر أخرى للفلسطينيين بدل أن تقدم المساعدات الموقف العربي الذي لن نلمس فيه أي ضغط أو أي مسعى من أجل رفع الحصار أو حتى وقف الحرب بالرغم ما تحوزه المجموعة العربية من عديد من الأوراق الضغط على الكيان الصهيوني والتي أكثر من ذلك أن هذه الحرب لو أحدث كرنولوجيا على حدث أتت من هذه المحاولة الاستقواء الإسرائيلي من طرف بعض الدول العربية ضد حركة حماس وبالتالي هذه الشيطنة لحماس وغيرها هي ما أوصلتنا إلى هذه المواقف العربية في الوقت الرعي في تقديري كذلك أن الشيء المهم الذي يجب لنغفل عليه هو هذا التحول كذلك من الشيطنة لحركة حماس التي روجت لها إسرائيل وحتى صدرت قرارات من الإتحاد الأوروبي ومدارة المتحدة الأمريكية باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية الآن قلب السحر على السحر نلاحظ أن هناك مسعى إلى شيطنة إسرائيل واعتبارها دولة إرهاب من طرف المجتمع الدولي والمسيرات والمظاهرات التي تتكثف في الوقت الرعي هناك مسعى يجب خاصة السلاح الذي تمتلكه يملكه داعمين من مواطنين للمقاومة شبكات التواصل الاجتماعي التي تقوم بدور جبال في هذه الحرب والتي أصطبحت أن هذه الحرب هي حرب العالم المباشر يشاهدها كل العالم ويتفعل مع أطارها كل العالم ويجب أن تحقق هذه العدالة هدفها في الأخير جيد دكتور عمر محوز معنا من محطة وهران الجهوية على ذوء كل ما تفضل به الأساتذة الأكارم دكتور محوز هل تجد المجموعة الدولية نفسها اليوم أكثر حرصا هذه المرة بعد هذا القرار على إنهاء معاناة الفلسطينيين في ظل كل المعطيات الراهنة والتململ في يعني الدولي الذي يضغط على واشنطن الحملة الانتخابية أيضا في واشنطن هل كل ذلك سيجعل من المجموعة الدولية أكثر حرصا على حماية الفلسطينيين اليوم أكيد أختي الكريمة ولعلنا هذا ما يجب أن نركز عليه من اعتبار هذا القرار يمثل إنجازا ديبلوماسيا وتاريخيا بالنسبة للقضية الفلسطينية وفي هذا السياق دعيني أعود إلى الوراء فيما أثير إزاء مدى إلزامية أو عدم إلزامية القرار أو مدى القدرة على إدراج القرار في إطار البد السابع أعتقد بأن مناقشة هذه المسألة غير مجدية بالنسبة لإحراز أي تقدم بالنسبة القضية الفلسطينية لعدة احتبارات استراتيجية لعل أبرزها أولا وأعتقد بأن الديبلوماسيا الجزائرية تدرك ذلك جيدا الهدف من إثارة هذه الإشكالية مرتبط بالتشويش على القرار في حد ذاته الإسرائيليون أو الكيان الصهيوني يعلم جيدا بأن هذا القرار الاستثنائي أكيد أنه ستنجر عنه تأثيرات وإنعكاسات سلبية بالنسبة للموقف الإسرائيلي إذا لم يحدث في الأراضي المحتلة هذا من جهة من جهة ثانية أكيد أن مسألة إدراج القرارات المحتملة لاحقا في إطار البند السابع لن يكون في صالح القضية الفلسطينية بل بالعكس أنا في اعتقادي وهذا ما تدرك الدبلوماسي الجزارية أعتقد بأنه وما لا يمكن أن تتقبله الدبلوماسي الجزارية سيكون في غير صالح الفلسطينيين منطلق أن أكيد أنه لم يسبق أن تم استخدام القوة ضد الكيان الصهيوني تاريخيا منذ تاريخ النكمة سنة 1948 وأيضا أن استخدام الآليات العسكرية في إطار البند السابع أكيد أنها ستكون ضد فصائل المقاومة الفلسطينية التي يعتبرها الكثير من فوع المجتمع المدني بأنها حركة إرهابية وبالتالي لا أعتقد بأن الجزارية همها إدراج أي قرار أو استصدار أي قرار في إطار البند السابع بقدر ما يهمها استرجاع أولا المؤسسات الدولية التي تم السيطرة عليها من قبل الإمبريالي الاستعمال بقيادة الكائن الصهيوني واللوب الصهيوني الموجود المتواجد في الكثير من المؤسسات الدولية هذا الهدف أو هذا المكسب الاستراتيجي الرئيسي هو استرجاع هذه المؤسسات من أجل نصرة القضايا العادلة والمنسة الثانية أيضا استرجاع أو استفاف الكثير من القوى الكثير من الدول التي سبق وأن عهدنا تقديمها الدعم الدبلوماسي والاقتصادي وحتى العسكر الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي إذن هذه المكاسب الاستراتيجية التي يجب أن نركز عليها في مثل هذه القرارات إذن القادم أعتقد بأنه سيكون مركزا على ضرورة كما سبق وذكر الزمناء إدخال المساعدة الفلسطينية بدون أي شرط أو قيد وأيضا سأعتقد بأن المجتمع الدولي سيقتنع شيئا فشيئا وربما هذا في إطار دبلوماسي خطوة خطوة التي تعتبدها الدبلوماسية الجزائرية سيعتقد شيئا فشيئا بأن الحل الوحيد والرئيسي لهذه المعضلة السياسية والتاريخية والدبلوماسية في هذه المنطقة من العالم متمثلة أساسا في تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم كاملة سيادة وقابلة الحياة من خلال العضوية الكاملة لفلسطين داخل الجمعية العامة وهو ما ستسعى وتعمل عليه الجزائر دكتور محوز لاحقا في المرحلة التالية من جهود الدبلوماسية الجزائرية تحول مجددا إلى البروفيسور صالحي من كاليفورنيا وأبني على ما تفضل به قبل قليل البروفيسور بو قعدة حينما تحدث عن ضرورة تغير الموقف الدولي وبالتحديد الموقف العربي إزاء هذه القضية ما أثر ذلك على كسر هذا المتعنت الصهيوني برطمة مجرب في ارتكابه مجازر ضد الفلسطينيين أثر كبير كبير جدا وما لاحظناه من التأثير الذي تسبب في خلق أزمات كبرى في عديد من الدول الأوروبية والغربية وعلى الأخص في الولايات المتحدة أننا اليوم نتحدث عن انقسام واضح في الحزب الديمقراطي في الرأي العام الأمريكي ويهدد بخسارة بايدن للبيت الأبيض والأكثر من هذا أن الوعي الذي نجده على مستوى المتظاهرين وعلى مستوى الشباب أصبح يمد حتى على مستوى البلديات والمجالس الشعبية حيث هناك العديد من المدن والمجالس المحلية من قامت بمسادقة على قوانين تطالب إطلاق النار وتدين إزرائيل بالعمال المسائلة للإنسانية الآن هناك دور يجب أن ننظر إليه من جانب آخر هذه إنجازات على مستوى الشارع الإنجازات التي يجب أن تحصل وهو المواصلة في العمل التي قامت تدخوه بها الجزائر على سبيل المثال قامت الجزائر في منتصف جانفي الماضي بإدخال فكرة أو إجماع الوصول إلى إجماع مجلس الأمن عن منع التحجير القصري أيضاً بعد قرار تحكمة العدل الدولية قامت الجزائر بالمطالبة بعقد اجتماع طارق لمجلس الأمن هذه المهمات التي تقوم بها الجزائر يجب أن تواصلها مهمات أخرى سواء على المستوى الجمعية العموبية أو على مستوى الشعوب والجمعية شكراً لك البروفيسور حمود صالحي عذراً على المقاطعة أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية من جماعة كاليفورنيا شكراً على المشاركة والأسف دهامنا الوقت لم يبقى لي أشكر ضيوفها الأكارم البروفيسور تفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ودكتور حمزة حسام أيضاً أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ونشكر أيضاً البروفيسور عبدلاطيف بوروبي من محطة قسنطينة الجهوية أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية وأيضاً ضيفنا من محطة وهران الجهوية دكتور عمر محوز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكراً لكم جميعاً على الحضور وعلى الاستفادة وصلنا إلى ختام عدد اليوم من الجزائر مباشر اشتركوا في القناة